اهلا بكم متابعين قناة ملخص فيلم معدنة وبنرجع لفريرو بعد ما بعتت لها زليمة كاسبر كهدية ليها علشان تخدمها ولكن فريرو بترفض فبتترجعها كاسبر لانها لو رفضت هتقتلها زليمة فبتضطر فريرو انها توافق وبعدها بنشوف ميراندا وهي عامل اجتماع له الحراس وبتديهم التعليمات اللي هيمشوا عليها الفترة الجاية في التعامل مع السجينات وبتقول لهم انها عاوزة تسيطر على المخدرات وتمنع باقها في السجل وبتطلب منه ميرابو انابل واللي معاه لانها عارفة كويس انها المسؤولة عن بيع المخدرات وده من اعتراف فريرو ليها في الزنزانة وبتطلب من فابيو وانطونيو انهم يرابو ويفتشوا الرسالة اللي بتوصل لأي سجينة وده بيزعك فابيو جدا لانه عايز يساعد في القبض على زليمة لكن ميراندا بتهتده انها هتفصله لو ما سمعش كلامها وبعد ما بينتهي الاجتماع وبيخرج الحراس بدطلب من انطونيو انه يساعدها في تفتيش دواليبي لحراس وبيروحوا على غرفة الملابس وبيبدأ انطونيو انه يفتش دواليبي صحابه ولما بيوصل لدولاب فالبوينا بيخرج شنطة منه ولما بيفتحها بيلاقي فيها كيس مخدرات بس بيخبيه بسرعة في جيبه قبل ما ميراندا تشوفه ولما بيخلصه تفتيش بيرجع انطونيو علشان يساعد فابيو في تفتيش الرسائل اللي جاية للسجينات وبيباني التوتر على انطونيو فبيسأله فابيو عن السبب فبيقوله ان ميراندا طلبت منه يفتش الدواليب بتاعتهم وهو مقدرش يرفض وبيقوله انه لقى كيس الهيروين ده في الشنطة بتاعت فالبوينا وبيسأله اذا كان المفروض يبلغ ميراندا ولا لا لكن فابيو بيقوله انه تأخر وكان لازم يبلغها في وقتها ولو بلغها دلوقت هتحس ان ليه علاقة بالموضوع وهتتهمه هو بياخد منه الكيس وبيقوله انه هو هيتصر وبنشوف سرايه والسجينات بيجهزوها علشان الحفلة وبتدخل عليها زلايمة علشان تبارك لها فبيسيبها كل اللي معاها في الزنزانة ويخرجه وبيباني على سرايه انها لسه زعلانة منها بسبب اللي عملته في الزيارة مع اهلها لكن زلايمة بتعتذر لها ويتبارك لها وبيرجعوا يتصلحوا تاني وبتتجوز سرايه فعلا في السجن علشان بتنقذ علتها من الديون اللي عليهم وبره السجنة بنشوف داميا نهوم عليهم في البيت وهم بيتكلموا بيلاحظ ليو مكان الطلقة اللي ضرب على المصري فبيتوثر جدا وبيسأل داميا عن سبب زيارته بيقوله داميا ان المصري مطلوب دوليا وخطر جدا وما ينفعش يتعاون معاه فبينكر ليو انه بيدور على الفلوس اصلا او مهتم بيها وبيقوم علشان يخب مكان الرصاصة بس داميا بيحس ان فيه حاجة غلطة وبيشوف الرصاصة في الحيطة بتاعت البيت ولما بيخرجها بيعرف انها من المسدس المصري وبيعرف ساعتها ان ليه متورط فعلا مع المصري وانه كان في البيت بتاعهم وحصل ضرب نار وفي السجن فابيو بيلاقي رسالة جاية لزوليمة وبيشك ان المصري اللي باعتها بيحاول يفتحها من غير ما يقطع الظرف ويخلي زوليمة تحس ان فيه حد فتح الرسالة ولما بيفحص الورقة كويس بيلاقي نمرت موبايل مكتوبة بحبر خفي فبياخد الرسالة وبيروح لميراندا وفي مكتب ميراندا بنعرف من داميان ان ال 500 يورو اللي المصري باعتها من نفس الفلوس بتاعة يولاندا اللي هو اخدها لكن مش بيفهموا المقصود من الكلام اللي على الورقة وبيقول لهم داميان ان الجواب لازم يوصل لزوليمة في معاده وانهم هيرقبوا تليفونات السجن علشان لما يتصل للمصري يحددوا مكانه ويقبضوا عليه لكن لما بتوصل الرسالة لزوليمة بتلاحظ انها تفتح وبتعرف ان الشرطة شافت الرسالة وبتحاول تعرف مكان المصري وبتروح فريرو لزوليمة علشان تسألها عن سبب الهدية اللي بعتها لها وخصوصا انها كانت بتهددها مبارح فبتقول لها زوليمة انها بتبدأ صفحة جديدة معاها وده عربون صداقة ما بينهم وبنعرف ساعتها ان زوليمة بعتت لها كذبر علشان تتجسس عليها وبتعرف كل خطواتها والاشخاص اللي بتكلمهم وبعد ما بتخرج فريرو من عنده زوليمة بتروح علشان تقابل ابوها وامها وفي نفس الوقت برضو زوليمة بتخرج علشان تقابل المحامي بتاعها وبيسألها اهلها اذا كانت بتواجه اي مشاكل في السجن لكن فريرو بتطمنهم وتقولهم انها تأقلمت مع الوضع جوه السجن وبتعرفهم كمان انها حامل وبعدين بتجي كيرلي وتقولهم ان في مشاكل بينها وبين بنتهم فبتقوم فريرو ازعق لها وتطردها ولما بتنتهي الزيارة بتودعهم فريرو وبتسيبهم وتمشي وفي طريق خروجهم بيشوف ليو المحامي بتاع زوليمة وبياخد تليفونه منه ويقوله انه من الحرس المدني وبيطلب منه اي معلومات عن المصري لكن المحامي بيقوله انه ما يعرفش اي حاجة عنه وانه ما فيش حد يعرف مكانه لانه بيتنقل كل يوم في كل مكان وساعتها بيفهم ليو انه المصري عايش في العربية اللي كان بيتاردهم بيها وفوقت الغداء بتروح كيرلي وتعتذر لفريرو وتقول لها تسمحها على اللي هي عملته وبيباني على فريرو انها قررت تصالحها وبعدها بتيجي انابل وبتطلب فريرو بالفلوس اللي عليها وبتهددها انها هتقص الطفل اللي فبطناها لو ما رجعتش الفلوس فبتترجع فريرو انها ما تقزهاش وهتعمل اللي هي عاوزاه فبتديها انابل اسم واحد وتقول لها تحفظه لانه هيجي لها زيارة ويديها مخدرات وبتقول لها انها لو ضيعتها المرة دي كمان هتموتها وبرى السجن ليهو بيجهز السلع بتاعه علشان يواجه المصري وبيقول لابنه رومان ان المصري عايش في العربية اللي كان بيتاردهم بيها وده السبب ان الشرطة مش عارفة تلاقيه لانه مش سابت في مكان واحد وانه اتصل بالاماكن اللي بتركن فيها العربيات دي ولقى عشرين عربية من نفس النوع ده وانهم لما يلاقوه هياخدوا منه الفلوس وساعتها هيقدروا يخرجوا فريرو فبيقوله الرومان انه حافظ رقم لوحة العربية بتاعة المصري لما كان بيتارده وانهم ممكن يبحثوا عن الرقم ده ويعرفوا مكان المصري وجوه السجن بيروح فابيو لفريرو ويقول لها ان عندها زيارة بنفس الاسم اللي لتلاقي عليه انابي فبتعرف فريرو انه جاي علشان يسلمها المخدرات وبيمشي واراها فابيو ويقول لها اتعرفه اذا كان في حد مهددها علشان ما تحطش نفسها في مشاكل لكن فريرو بتقرر انها متقولوش حاجة لانها خايفة من انابي ولما بتخلص فريرو المقابلة وبتطلع ومعها المخدرات بيجي كرس وبيقول لها ان هو اللي هيفتشها وبياخدها للايادة وبيكون متأكد انها مهربة مخدرات وبيبتزها انها تدهالي وإلا هيدي ابنها لما يتولد لجمعية حقوق الاطفال وبكده مش هتقدر تشوف ابنها تاني فبتخاف فريرو جدا وبتدل كل المخدرات اللي معاها ولما بترجع تاني للسجن بتشوفها انابي وبتروح لها علشان تطمن على المخدرات بتاعتها لكن فريرو بتقول لها انهم صدروها منها ولكنها ما جابتش سيرتها فبيتهدتها انابل انها هتئذيها وهتموت الطفل اللي في بطنها فبتتعصف فريرو بتخنقها ولكنها بتعرف بسرعة ان اللي بتعمله ده هيخليها تئذيها اكتر فبتسيبها وتعتذر لها لكن انابل بتقول لها انها ما بقتش مهتمة بالفلوس وانها هتموتها وبنروح لغرفة المرقبة بتاعته الحراس ودايميا مرائب زليمة ومستنيها تعمل اي اتصال بالمصري علشان يعرفوا مكانه وفعلا بتروح زليمة للتليفون وبتتصل بالمصري والشرطة بتبلغ داميا انهم قدروا يعرفوا مكان التليفون ولكن الصدمة ان التليفون بيكون في عربية داميا وساعتها بيعرفوا ان المصري عملهم فخ هو وزليمة وبيلغي داميا للعملية وهو متعصب جدا انهم قدروا يضحكوا عليه وبيتضح ان زليمة عارف انهم بيرقبوها وبتبصلهم في الكاميرات وبتشتمهم شوية وبتسيبهم وتمشي ولما بترجع للزنزانة بنعرف ان الرسالة اللي بعتالها المصري معناها انه هيغربها من السجن بعد يومين وفي خرفة الاستراحة بتاعة الحراس بنشوف فالبوينا مع فابيو وانتونيو ولما بيقعد معهم فالبوينا بيطلع فابيو كيسي المخدرات قدامه فبيستعرف فالبوينا من اللي هو بيعمله وبيقوله فابيو عن التفتيش اللي حصل وانهم لقوا كيسي المخدرات ده في شنطته وبيطلب منه ان يتعطى الكمية كلها لانه لو ما عملش كده فده معناه انه بيتير في المخدرات جوه السجن وساعتها يبلغ عنه ميراندا فبيخفل بوينا وبيضطر انه يتعطى المخدرات كلها وفي مغسلت السجن بنشوف انابل والاصابة بتاعتها وهم بيغطوا الكاميرات وبيمسكوا فريرو وبيربطوها في كورسي وبتقول لها انابل انها هتعذبها علشان تبقى عبرة لأي واحدة جوه السجن فبتنهار فريرو وبتفضل تترجعها انها هتسبها وهي هتدفع لها الفلوس ولكن مفيش فايدة وفي اخر لحظة بتوصل زليمة وتلحق فريرو وبتدي 500 يورو لانابل وبتقول لها ان هي اللي هتكمل تزديد الدين وبرة السجن ليو بيتصل بواحد من اصحابه علشان يعرف مكان عربية المصري وبيديله رقب العربية وفعلا بيقدر صاحبه يعرفه المكان اللي هي وقفة فيه وفي الوقت ده بنشوف المصري وهو بيعمل صفقات السلاح ومعال فلوس بتاعت يولندا ولما بيوصلوا المكان العربية وبيشوفوها بياخد ليو المسدس وبيكرر انه هيقتل المصري وبيطلب من ابنه يهرب لو حصل اي حاجة وبتنتهي الحلقة وليه بيدخل العربية ولكنها مش بتكون عربية المصري وبس كده يا رب الفيديو يكون عجبكو وما تنسوش تقولولنا رأيوك في الكمنتات سلام